من صدفان بدي رحب بكل سماعة برفقنا إن كان مباشرة على الهوى على الأراضي اللبنانية أو بكل أنحاء العالم عبر موقعنا الإلكتروني وباقي المنصات اللي عم نطلب عبره برنامج كل يوم بيومه رح يتناول المستجدات مستجدات الساعات الأخيرة كانت عديدة يبما أبرزة التفاوض اللي عم بيصير لوقف إطلاق النار لكن هذا التفاوض صار بمحل حرج هل رح يستمر ويوصل لنتيجة أو لا؟ والمستجدات أيضا كانت ملفتة أمنياً مبارحة انفجار عبوة ناسفة بسيارة داخل الأراضي المحتلة أسئلة عديدة شو عم بيصير من أوكرانيا للمنطقة مع ضيفنا الكاتب السياسي الأستاذ يوسف هزيمة أهلا وسهلا فيك والله يعطيك العافية أنا أجيلك شكراً كثير ويشرفني طبعاً ويكون ضيف ما أكسل تهلاً أهلا وسهلا فيك أستاذ يوسف رح بلش من التفاوض فينا نقول انتهت الجولة الأولى بلا شيء أو فينا نقول انتهت الجولة الأولى على أمل شيء بدي أرجع لك مساء الخير وشكراً لك أنا مش عارف إذا هي جولة أولى لا لا جولة هيدا الجدية يعني فينا نقول الجولة الجدية لا لا جدية أنا بدي سجل من البداية يختلف معك يلا أنا مني شايف في أي جدية بموضوع ما بدي أستعمل كلمة تفاوض بموضوع الأساسي اللي هو يوقف إطلاق النار طيب ما انته قلته يا أمريكان من حوالي شهرين ونص الخطاب الشهير يلي ألقاه الرئيس الأمريكي جو بايدن ويلي طرح فيه ورقة التفاوضية يلي صارت فيما بعد أرار صادر عن مجلس الأمن سهلة لا طيب واجت المقاومة الفلسطينية وعلى رأسه حركة حماس وقالت إنه نحن موافقين أبدت مرونة وإيجابية لا مثيلة لها وبعثت مع الوفد القطري وقتها وهالشي صار بـ 2 تموز الماضي صح ولا يعني من شهر ونص وإكتر وبين حماس ذكر ونحن موافقين بيرجع بعد شوية شو اللي بيصير ناتنياهو بذاته ها بيدخل شروط تانية طيب بالتعبير اللبناني شو اللي عدا ما بدأ هلأ لأنه نرجع طيب ما إذا أنتوا بكت تتفاوضوا وبك نطبقوا هيدا الأرار اللي صدر على المجلس الأمن ويلي أعلنت المؤامة الفلسطينة أسه حركة حماس على الموافقة عليه وانتبهي كمان كل محور المقاومة أبدأ مروني بهذا المجال وأنا أستذكر بهذا المجال كلام للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وقتها قال شو بتقبل فيه حركة حماس نحن بنقبل فيه طيب هلأ من حوالي أسبوع وعشر تيام حددوا خمستعاش أب راه خمستعاش أب وانتهت هذه المفاوضات بدي أرجع أقول أنا شو اللي تغير طالما أنت يا بايدن طرحت هيدا الورق التفاوضي بخطابك الشهير بقرار المجلس الأمن طيب ما وافقت عليه حركة حماس فإذا أنتم كنتم جادين في هذا المجال اتفضلوا طبوا هيدا القرار حتى هيدا المفاوضات الأخيرة نتنياهو بالذاته ألقى يعني حط كذا ملاحظة بدو يرجع يتراجع عنها شوف نين وتراجع بالشكل مش بالمضمون قال هي مش الشروط وإنما ملاحظات طب أي ملاحظات طالما أنه هالقرار جاهز إنما هو يحتاج إلى تطبيق بناء على هالكلام حتى ما طول أكتر أنا مني متفاعل هي المسألة مش مسألة التفاعل بناء على هيدا المعطية تعطيني شو أنه ما في حدا جاد بيوقف إطلاق النار لأنه أنا صدق إلى كذا مرة الإسرائيلي وتحديدا بن يمين نتنياهو قال أنا بدي كذا وكذا وكذا من خلال الحرب على غزة ولحد ديت الآن لم يستطع أن يحقق أي شيء هو بيشوف وما هو الأمريكاني نعم ما هو الأمريكاني أنه أي قبول قبول هلأ بهذا وقف إطلاق النار يعني معناته أنه انه هزم بمعناته نتنياهو تحديدا خسر سياسيا وراح يصير فيه متل مصار بسلفه إذا كنا منذكر بحرب تموز بسنة 2006 يهودة أولمريت راح أتل سياسيا وأودى كمان بالسجن هاي دي القصة باقتصار شديد بناء عليها أنا شوف أنه ما في دعوة جدية من قبل إسرائيل ومن قبل أمريكا لا وقف إطلاق النار بس في تسابق كمان استاذ يوسف هزيمة تسابق بين التفاوض لوقف إطلاق النار وتقطيع الوقت ورغم عدم سيقة المحور المقاومة بأمريكا بين شيء آخر هو الحرب الموسعة التوسيع والرد المنتظر من إيران وحزب الله على اغتيال هنية وشكر شو القراءة بهذا الموضوع شوف هناك فرق بين أن تستمر الحرب على غزة بهذا الإقاع الذي هو واستطراضا إذا بدك أن تستمر ما عرفك بجبهة المساندة في جنوب لبنان على هذا الإقاع أيضا الذي يتصاعد لا شك أنه يتصاعد هناك فرق بين استمرار الجبهة جنوبا على ما هي عليه واستمرار الحرب على غزة وبين الحرب الموسعة أو الحرب القبرى التي أنا برأيي أنه حتى الآن يسيران في خط متوازن يعني لا يلتقيان لماذا؟ أنا برأيي المتواضع لا أحد يريد أن يذهب أتذهب الأمور أو يذهب بالأمور إن شئتي إلى حرب شاملة وأنا أقصد ما المقصود بالحرب الشاملة الحرب الشاملة يعني ليس هي ما يجري الآن في جنوب لبنان الحرب الشاملة هي حرب ضروس حرب أقل ما يقال فيها أنها تتجاوز ما حصل في حرب تموز من العام 2006 لأنه لا أقل ما يحدث الآن ما يحدث الآن هو شبيه بس في قواعد اشتباك قواعد اشتباك تطورت يعني خراقها الصهيوني والمقاومة اضطرت أيضا أن توسع بس بعدها مضبوطة يعني موقع مقابل موقع عملية مقابل عملية استهداف مقابل استهداف يعني بعدها بالنقاط هذا السبب أنا أقول لك أنه ما يحدث الآن حتى لو استمر هو ليس حرب بالمعنى الذي الناس اليوم يعني السؤال اليوم ما خلينا نحكي بأمور مثل ما هي يعني السؤال اليوم الذي يشغل بال الرأي العام قبل الساسة والمراقبين وغيرهم هو الرأي العام مشغول منذ أسبوعين أو أكثر يعني منذ اغتيال القائد بالمقاومة الشهيد شقر واغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس في طهران إسماعيل هانية منذ اغتيال هذين القائدين السؤال الذي يشغل بال الناس في لبنان وغيرهم بالدرجة الأولى في لبنان رايحين لحرب في حرب طبعا أنا أتفاهم ماذا يقصد بالحرب يعني ليس ما يجري الآن وإن كنت أنا يعني أعتبر وأرى أن ما يجري الآن في جنوب لبنان لم يعد مجرد مناوشات لم تعود مجرد اشتبكات يعني من حرب؟ خلينا نقول لم تعود مجرد اشتبكات وأنت ذكرت يا حضرتك وأنا أوافقك مائة بالمائة يعني نقطة هنا هدف هنا نقاط ومن يذهب إلى جنوب لبنان باستثناء القرى المواجهة حدودية يستطيع أن يتجول ويعني الحياة نستطيع أن نقول أنها شبه عادية بل أنها عادية يعني في القرى غير القرى الأمامية فبالمصطلح مع معنى الحرب نحن لم نصل إلى الحرب وحتى الآن أنا أزعم وأدعي أن هذه الحرب التي يخاف منها الكثير ويحضرها الكثير يعني بيننا وبينها ألف عقبة وعقبة وأتمنى أن تبقى هذه العقبات وإن شيء أتحدث يعني لماذا أنا؟ تابلي لماذا؟ أه أولا الإسرائيلي الذي يهدد بالحرب المعلومات الذي يهدد بالحرب هو الإسرائيلي بس كمان الطرف الأخرى عم بقول نحن جاهزين خليني بلش خليني خليني نحط على المشاهوز الإسرائيلي مش أن اليوم عم بيهدد بالحرب برحة حدا مفضح حاله قال من 2016 كان اتخذ أولمرت ممكن صحيح لا خليني نحكي بهذه الجولة يلي صارت بـ 8 أكتوبر من 8 أكتوبر تشرين الأول الماضي القادة لمعلوماتك اللي كان يهدد بالحرب أكتر للقادة السياسيين بإسرائيل بإسرائيل مش الجيش الجيش ليه لأن الجيش عارف يعني يفهمين أكتر توازنات القوى على كل الإسرائيلي عم بيهدد بالحرب منذ عشرة أشهر وأكثر ولكنه لم يلجأ إلى الحرب في الآوني الأخيري نعم حصل تصحيد قطير الحارسي اللي صارت الاستهداف عمق لبنان الظاهي الجنوبية لبيروت يعني على بعد بضعة كيلومترات من ما نحن هنا يعني هي إذا شئت بالجيو السياسي هي جزء من يعني بيروت طيما هي إداريا بيروت الكبرى نعم صحيح والاستهداف أيضا لطالة العاصمة الإيرانية نعم حدث شيء خطير هذا أنا مع ولكن إذا بتلاحظي الإسرائيلي بنفس اليوم بعد أن نحن لا نريد أن نذهب إلى حرب شاملة هم أنفسهم يعني وكأنه نحن ضربة بضربة والمقاومة التي أنا أجزم بأنها سترد وأجهل كيفية الرد وقد لا يكون تقليديا وقد لا يكون مستعجلا وسنأتي إلى الحديثة هذا الإسرائيلي هل تظنين أنه يتصرف من تلقاء نفسه وهل يستطيع أن يذهب إلى حرب بكل مال الحرب من معان من دون دعم أمريكي وهو الذي عجز أن يسيطر على قطاع غزة من دون دعم على مدار الساعة عم نحكي بسلاح من الإدارة الأمريكية بتلاحظي أنت حتى في غزة روم كل الدمار لم يستطع أن يحكم سيطرته على غزة ويعزل حركة حماس ويأتي بسلطة كما هو قال وكل ذلك بفضل السلاح الأمريكي هل أمريكا مستعدة أن تزود الكيان الصهيوني بما يكفيه من سلاح لإشعال حرب قططال ليس فقط لبنان معروفا لن تقتصر على لبنان أنا أشك بل أستطيع أن أقول لك أؤكد أن الأمريكي ليس مقتنعا أن يذهب إلى حرب شاملة لسببين سيب يتعلق به وسيب يتعلق بإسرائيل الذي يتعلق به الأمريكي يرى أن إشعال حرب شاملة من قبل إسرائيل ليس لمصلحته هو وليس لمصلحته الأمريكي وليس لمصلحت قواعده المنتشرة في هذا الشرق في الشرق الأوسط ونحن نعلم علينا أن نعترف أن الأمريكيين فقدوا الكثير في العقدين الماضيين بالعشرين سنين اللي مضوا وخاصة بعد تقهقرهم من أفغانستان ثم من العراق وأيضا لا تنسى أن سوريا أنا أستطيع أن أقول مشروعهم في سوريا فشل وتاليا الأمريكي ليس مستعد أن ما تبقى له من هذه القواعد يعني خلينا نعترف الأمريكي اليوم بالشرق الأوسط مش نفس الأمريكي الي كان من عشرين ومن ثلاثين ومن ثلاثين سنة شو طهير أستاذ يوسف بعده يملك المبادرة يملك زمام الأمور يملك القواعد العسكرية رغم أن الحصار الموجود بممرات بحر الأحمر يملك القدرة على الضرب بالعمق اليمني يملك القدرة على التفاوض يملك القرار يملك شو تغير كم شو تغير الأمريكي الي كان من ثلاثين سنة له اليد الطولة في هذه المنطقة معلي سأعطيكي مثل بسيط يعني هذا بده شرح كتير خاصة بستراتيجي قاعدة حميمي السورية الروسية الروسية سارة السورية الروسية أين تكن تشوفي هذا الوجود الروسي الكبير ولا بنحكي إذا أبنى حذر تقيري من الروسية عم تكيلها كاف من أوكرانيا هلأ ممضوع آخر طيب هيدا مثل بسيط أين تكن ترى محور المقاومة هذا المحور الممتد من لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى إيران جنوب البحر الأحمر إلى اليمن لم يكن موجود هذا لم يكن موجودا منذ عشرين سنة أو أكثر كل منطقة كانت بيد الأمريكي حتى الخليج الذي هو بيد الأمريكي وما زال بيد الأمريكي كان الخليج لا يستطيع أن يقول لا للأمريكيين اليوم حتى أكثر الأنظمة في الخليج الموالية لأمريكا يمكن أن تقول لا للأمريكي يعني أعطيكي مساء حفظ بالتفسير حتى السعودية ممكن تقول والله أرجوك ما تقصف من عندي أنا تورطني هلأ أنا بدي صفر المشاكل أنا يعني هذا كله خسارة بالنقاط للأمريكي في الشرق الأوسط فإذن الأمريكيون أنا أعتقد أنهم لا يريدون أن يذهب الحرب لهذا الساوء هناك ساوء آخر هم مقتنعون أن إشعال حرب من جانب نتنياهو الذي أنا لا أشك في أنه هو قد يمني نفسه بأن يذهب إلى حرب لمصلحه هو حتى الصهاين هم يعني الأسرائيلين هم يتهمونه كل يوم أنه أنت تشتغل إلى مصال حق الشخصية الأمريكيون يرون أن الأسرائيل إن ذهب هذه الحرب ليست لمصلحاته هو يعني يدمر ما حدا بيقول ما بيدمر ولكنه إن دمر هل يستطيع أن يسيطر طيب خذي مثال كنت عم أقلك أنا بغزة صرى عشر تشهر ونص ما هيك لم يستطع أن يقضي على حركة حماس غزة هذه الرقعة الجغرافية يلي هي ما بتعادل تلاتمائة وخمسين كيلومتر مربع وهو عبارة عن يعني مستطيل يعني طولة أربعين كيلومتر عرضة بين الخمسة واثنى عشر كيلومتر بأبعد تقدير يعني منطقة شو ليه عمولها الكلمة؟ منطقة ساحلية بكل ما للكلمة يعني أرض منبسطة يعني يسر السيطرة عليها ما فيها جبال تضريصة سهلة جدا وما أدر إنه يسيطر عليها وحتى يعني حركات المقاومة اللي بغزة لا تمتلك هذا السلاح الكهر أنا عم بيجي هالمقارنة لووصل لجنوب لبنان جنوب لبنان مساحته عم بيحكي جنوب لبنان شو بدي أغير جنوب ما لا يقل عن الفين كيلومتر مربع طيب تضريصه كيفية؟ عندك خط ساحل البحري بيجي بيوصل تقريبا إذا مش مئة حوالي مئة كيلومتر يعني أنا بدي أفصل لشمال صايدة بعد نحكي جنوب لبنان الساحل تصوري حوالي مئة كيلومتر تجي عندك من النقورة إلى مزارع شبعة بعدنا بجنوب لبنان ما بدي أوصل للباع الغربي أنا على الحدود مع فلسطين المحتلة كمان حوالي مئة كيلومتر بتفوتي لعمق هذا الجنوب اللبناني تضريصه مين منبسطة توصل إلى الوديان توصل إلى الجبال عندك بتوصل إلى جبال تفوق لألف وستمائة كيلومتر عم نوصل لألف وستمائة متر أفضل ولو كله عم نهكي نه طيب الإسرائيلي يعرف كل الأمريكاني يعرف الإسرائيلي يعرف كل هذه فإذن وأضف أن العدد والعتاد الموجود عند المقاومة في جنوب لبنان أضعاف 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 من الموجود في غزة وأيضا ما شاهدنا من أطلقت عليه المقاومة المؤخرة منذ أيام قليلة عماد منشأة عماد أربعة عندما تقول عماد أربعة يعني ما بدي أخلط الأمور بعض إذن هذه الأمور هذه بتخليه للأمريكان يتقلوا للإسرائيلي مش لمصلحتك أنت تفوت بهذه الحرب الشامن أضف وده رأي الأمريكي كمان أنه الإسرائيلي اليوم بما عرف بحرب الإغتيالات للأسف هو يحقق بعض النقاط يعني حل الإغتيالات التي هو أو أحيانا يتعدى فيها رقعة الجنوبية إلى ما أخير رقعة المواجهة هو طبعا متفوق في هذا المجال ولكن أيضا عسكريا الأمريكيين بيعترفوا أن المقاومة متفوقة في الميدان وهي التي رفعت له تقارير إن ذهبت إلى حرب بكل معنى للكلمة الجليل خلال أيام أو ساعات قليلة سيسقط بيد المقاومة متفوقة في الميدان الإسرائيلي نعم هو متفوق بالجو ومتفوق بحرب الإغتيالات هذا يجعلني أصل إلى النتيجة مفاد وأنه ثم تتوازن رعب هذا التوازن رعب يخليني يقول شو أنه أنا حتى الآن أقول حتى ما أكون يعني موغل مفرد في التفاعل أنا لستم برجع بلك لأني أهم الله بتفاعل ولا بتشف أنا ببني ببني على الشيء مقتضى خليني يقول أنه ما في اليوم حرب وقت بتقليلي بكرة حترد المقاومة شو بيصير الرد على الرد كيف سيكون شكله أولا الرد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كان واضحا أنا استشفيت من كلامه قمة الحكمة وقمة التوازن شو يعني؟ على واحد فالسنة يعني الحكمة يعني أنه قال مقاومة بتخاف لا أبدا الحكمة باللغة العربية والكاصطلاح باللغة العربية وبغير اللغة العربية يعني وضعوا الأمور في نصابها وهو كان آيل من رد رد آسي ولكن مدروس آه نعم رد قاسم ولكنه مدروس أنا برأيي الشخصي لا يمكن لأحد أي كان محللا سياسيا أو استراتيجيا أو عسكريا أن يعرف ماذا يدور في رأس المقاومة ما هو الهدف الذي ستلجأ إليه المقاومة كيف سيكون الرد؟ متى سيكون الرد؟ ما هو حجم الرد؟ أنا لعلي أفاجئك إذا قلت هذه قراءتي أنا المتواضعة قد يطول الرد وقد لا يكون تقليديا بالمعنى العسكري الذي ينتظره بعض الناس أنه ننتظر ستنهال الصواريخ على من قال أن هذا الرد سيكون قاسيا يعني ومن قال أن هذا الرد سيحق أهدافه المعركة بين المقاومة في جنوب لبنان وبين إسرائيل والمقاومة هي التي قالت على لسان الأمين العام لحزب الله تسجل بالنقاط يعني الإسرائيل يحقق نقطة هنا يحقق هدفا في هذا المرمى هدف في ذاك المرمى المقاومة أيضا هذه المعركة لا يمكن إلا أن تحتسب بالنقاط وهذا الحساب هو طويل طيب بتقليلي بكرة شوحة قد يعني يكون الرد تدرسه المقاومة بحيث تمنع الإسرائيلي أن يذهب إلى رد قوي يشعى الحرب شاملة يعني هذا ما يمكن أن أؤكد له عليه أنه الرد سيكون مدروس المقاومة تعمل لأن يكون الرد مدروس ولا تذهب به الأمور إلى حرب شاملة ولكن الرد يؤذي على الإسرائيلي ويكون بنفس الحجم الذي استهدافه يوسف بالمشهد اللي قدمته قلت أنه التفاوض ما في منه نتيجة حتى الآن حتى الآن لا وقف لأطلق النار لا ثقة بالإسرائيلي ولا ثقة بالأمريكية اللي مفروض هو كان ياخد على عطقه تنفيذ القرار من اثنين تموز مش من هلأ وبالتالي المشهد الرد فتحت الأمور مفتوحة أنه للمكان والزمان والتوقيته وكل شي ما منعرف أم تين يعني هناك معركة ما في حساب مفتوح بين المقاومة يعني خليني استنتج من كلامك يعني بعدنا بحرب الاستنزاف نحنا بحرب ذكرتي حرب استنزاف خلتيني يطلع معي هلأ فكرة يعني من قال أن حرب الاستنزاف للإسرائيلي تقل شأنا من الرد التقليدي الذي ينتظره كثير من الناس بعدين يسمحونا بعض الناس من أصحاب الرؤوس الحامية قلتا ببارح على بيضلالي على إحدى القنوات أنه يعني بعض الناس اليوم متحمسي للرد أكتر من المقاومة وعلى فكرة هني هول الناس أكتر الناس معارضين للحرب يعني يعني فالدنيات وهلأ قدروس يلأ ردي للمقاومة هي بقوقت بشماتي مش بغيري المقاومة سدقيني حريصة على أمن لبنان مش على أمن جنوب لبنان فقط على أمن لبنان المقاومة حريصة على أمن المجتمع اللبناني اللبناني حطيلي قطان تحت اللبناني مش على على أمن مجتمع ينتمي إلى طائفة وإلى مذهب عيب مسمحيني عيب هذا الكلام المقاومة اللي انتصرت بالألفان من 24 سنة لم تتعرض بضربة قف لأي إنسان وأنا بدي أكشف الكسترديم كين دي بتعرفيه بتعرفي وقت المحاكمات لو ستطربنا شوي لأنه كله يقولوا علاقة بالموضوع بتعرفي وقت المحاكمات بالسنة الألفان أنه المقاومة كانت تتساهل مع بعض الذين تعاملوا من إسرائيل الاعتذر يعني من الطائفة المسيحية ولكنها لم تكن لتتساهل مع الذين كانوا ينتمون إلى الطائفة الإسلامية أو الطائفة الشعية تحديدا المقاومة يعني ما حدا بده يقصي حدا والله إنها عم تسبق الأمور قبل ما نحكي على المشهد اللبناني لأنه بساعات الماضية عشرة بالمية والمسيحية عشرة بالمية وشو قال لكم بعد بالحكم ومينا بيحكي الحكاية ما حدا أبدا تتساهل اطلعي على جنوب لبنان جنوب لبنان اليوم صدقيني أنه يعني لما كان على أيام يا سيدتي العزيزة مين أم يحكي بموضوع ديني أبدا الموضوع خلاف سياسي المقاومة بتشوف هناك خطر إسرائيلي يهدد لبنان تقرأ الأمور من هذه طيب المقاومة حررت بسنة الألفين ماذا تغير بالعكس ما الكنائس التي دمرت وعيدة ترميمها روحي على عين قبل بأقصى الجنوب اللبناني يوشاد بعتقد يمكن خلصه هلأ أكتر برج للسيدة العذراء عليها السلام للسيدة مريم العذراء يمكن بلبنان كله بجنوب لبنان كله على علوه أكتر من ستين أو أكتر من علوه ستين متر هو على تلي بتجي أكتر من تسعمية متر وكله يعني وأهل جنوب لبنان من الطائفة الإسلامية الشيعية يعني بالتعبير المكيفين ما حدا التعايش بده يبقى وأنا ضد كلمة سترابنا كتير هالي بعتزر طبعا ضد كلمة التعايش المساء أنا التعايش الواحد إذا بدي يرجع تركوا المقاومة تحدد هي أنت بترد كيف بترد المقاومة مصلحة اللبنانيين أمن اللبنانيين عندها خط أحمر ولكن المقاومة لن تتهاون مع العدو الإسرائيلي لن تسمح له أن يعني آآ يشكل خطر على لبنان وأن يتمادى في حربه على لبنان ردها أنا أجهله ولكنه سيكون مدروسا وسيكون قاصيا يؤدي بالإسرائيلي وتمنعه من أن يذهب لحرب شاملة نعم طيب هيدا المشهد كله ما بيلغي أنه عم يتمادى العدو أوقات بالمساحات وبالمسافات وبالعمق يلي عم بيستهدف فيه عم يتمادى بالاغتيالات عم يتمادى بكتير من الأمور يلي مسلا اليوم قبل ما ندخل على استوديو بشي ساعتين كان في جدار صوت ببيروت يعني هذا اسمه تمادي بهيدا التمادي يعني بيحتاج إلى ردع هل سقطت آآ أدوات الردع عند المقاومة خلينا 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 نقول الاشياء متل ما هي أنا عم جابع بكل صباح نحنا منشوف جدار الصوت ونسمع جدار الصوت ومنشوف اغتيالات على كما تفضلتي مساحات ومسافات متنوعة يعني صور نبطية برحة مجزارة مجزارة المعمل الاحجار صحيح انه نعم نعم ولكن مع ذلك بدنا نشوف نحنا ايضا المشهد الاخر وين هو المشهد الاخر ها بالقيان الصيوني فلسطين المحتلة يعني نحنا منشوف انه شو عم يعمل الاسرائيلي هون طيب انت عم تشوفي شو عم يعمل تعمل المقاومي ايضا بجنوب لبنان من احنا شو صاير عنا ايا عملية عم يقوم فيها الاسرائيلي ما شاء الله يعني اليوم دولة تصوير كل عام الصحافي اليوم وكل عام المراسل وكلها طيب انت بتعرفي اي عملية بتقوم فيها المقاومي بالقيان الصيوني يمنع طبع ما يسمح الجيش الاسرائيلي ما ابدا ابدا ويتقلوهم انا شفت مرة فيديو من حوالي ثلاثة شهر واحد كان اخدوه انت قالوه اخدوه طيب ما معليم انه هني عم يتمدوه عم بيوسحه والمقاومي عم بتوسح المقاومي اول ما بلشت ما قالت انا ما ايه قالت انا ما بدي حرب فيه الف زرف وزرف قالت جبهة مستاندة فيه زرف يعني لا اسباب يعني المقاومي ما بدي هي تكون سبب اذا تعرض الحرب ان هي مدمرة سواء علينا او على الاسرائيليين المقاومي عم يقول انا ما بدي يكون سبب بي تعرض اي حدا من هذه العائلة العائلات الروحية التي تقون هذا اللبنان ولكن بنفس الوقت انا في حالة الدفاع الاسرائيل نعم انت ذكرت هو الذي يواس المقاومة تحاول قدر المستطاع ان لا تذهب لها ولكنها لا تسمح الاسرائيلي هي تردعه بالدليل اي عملية بيقوم فيها الاسرائيلي دغري مباشرة المقاومة ترد يعني اليوم اليوم بالذات الاسرائيلي اعترف بعملية بمستوطنة عامية يعني شمال اه عكا على بعد ستاشر كيلو نصف من الناقورة واعترف الاسرائيلي بقتلين وجرحة هذا الاسرائيلي اعترف يعني بقتلين وجرحة يعني فيك تضربين بكذا العدد فيه فيه توازن رائب فيه توازن رائب بكل ما الكلام معنا بنا نشوف شو عم بيصير عنا كمان بنا نشوف شو عم بيصير عنده على سيرة اللي عم بيصير داخل الاراضي المحتلة مبارحة كان فيه سيارة مفخخة مفجرت البعض قال بتشبه هاي سيارة عمل الاستخبارات الاسرائيلي يلي صار بمجد الشمس وبالتالي كأنه سبب من الاسباب لاستهداف اكبر موجود الاستهداف العمق اللبناني قصدك طبعا حجي يعني اه طبعا معي بتفتعل هو دي القصص او اه فيه نظرية تاني بتقول انه وتأعلنت انه يمكن تكون ايران او حزب الله وراه هذا العمل من وجهة نظرة ارهابي هو تتقول انه اه تم الرد على اغتيال الهنية وتم الرد على اغتيال شكر شو تقنيمك بين العملين والعدو يعني يلي مبارحة كمان اه مسيّرة وصلت على مكان اقامتو لنا تانياهو ما فينا ننساها هاي دي اه كمان قال انه خطأ بالتبليغ خطأ اه بالهدف اه مرحي عم ترجع انتي بتسبتيلي كلامي انه لا المؤومة عند قدرة الردع اوكي عند عند قدرة الردع حسب ما العدو بيفهم حسب ما عم يتصرف العدو حسب ما عم يتصرف العدو كأنه مش مردوع لا مردوع فيك تقولي انه غير انساني هذا العدو مجرم المؤومة انسانيتها حاضرة يعني حتى حتى الان المؤومة لا تستارف مدنيين طبع لا تستارف مدنيين ابدا المؤومة كذا عملية اعرضت عنها وفشلت ليش لانه حاس ان نستارف هذا القائد العسكري الصهيوني سيكون في ضربه مثلا اه مستوطن اه عالته اه عالته اوه اه هذا لا يساجل هذا يساجل للمقاومة وليس عليه على الاطلاق طيب ما انه المقاومة اللي اعترف هو الاسرائيلي اللي قال انه فيه مسيرة بتوصل على بعد انطار من بيت رئيس الحكومة الصهيونية يلي هو صروا اكتر من جمعتين عن بينين بالملجأ طيب هيدا شو يعني مش مقتنع هو انه فيه ردع عند المقاومة هيدا شو معناته شو بين ارى هيدا كيف تفسري انتي انه شو بتفسري اذا 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 المقاومة قالت انا ببدي رد بعد ما ردت والاسرائيلي صروا جمعتين واكتر منهار نفسيا واقتصاديا يعني كانوا يردوا خلصونا بقى يعني طيب ما هيدا ردع ولا مش ردع هيدا ردع هذا حرب نفسيا طيب معا يعني اذا اذا لم يكن هذا الطرف المقاوم يشكل هذا الخطر وهذا الرعب لما تصرف وشعر اذا رعص الحكومة الصهيونية هو الذي المؤسسة العسكرية قالوا انت خليك يعني تحت الارض شو بيدل هيدا فيه توازن ردع ورعب الليلة وانا بمطالعتي بالبداية نعم بخصوص السيارة المفخخة اياهما اقضى انا فيني اقلك انه المقاومة اي شي بتعمل وبتتبنى لحبيت الان انا ما سمعت ولا اريت اي بيان صادر عن المقاومة كل اريتو انا انه هو الصيون اليوم كان مبيرها بعضهم ما اي شي ضايع اليوم اريتو اليوم ما اجل عندك على استوديو انه هني طبعا اي عمل مقاومة بيصوب الارهابي يعني انه عمل ارهابي ما بعرض قد يكون قد يكون عمل بالمقاومة الفلسطينية لانه انا اريت اليوم شي امبارح اي اريت لا اريت شي امبارح انا انه قد تشهد الضفة الغربية اندي ما تنسي القدسية جزء من الضفة القمس الشرية عم نحكي انها جزء من الضفة الغربية يبدو انه هناك يعني تقارير بتقول بعد اللي صار بغزة يعني مش معقول يعني تبقى الامور بتضفة هيك. على فكرة فيه تعتيم اعلامي عم بيصير بالضفة الاربي. اقتحامات واختقالات. قاسب بالطائرات قاسب بالطائرات قاسب بالطائرات. هناك من يتحدث ان الامور ذهب الى مكان يوعى بالعمليات الاستشهادية بدنا نلطر الحديث الآن أنا ما عندي أي معطا ما فيني إيجي يقول المقاومة في لبنان هي لم يصدر أنا يعني مقاومة أي عملية بتقوم فيها هي يصدر عنها بيان رسمي حتى الآن المقاومة لم ترد على اغتيال الشهيد فؤاد شكر حتى الآن لم ترد وعندما ترد المقاومة هي تصدر بيانا الأمور بعدها ماشي ضمن ما سميتي حاطي قواعد الاشتباك اللي طبعا لم تعود كما كانت في الأيام الأولى لهذه الحرب فيها أقول قواعد اشتباك مطاطة مش مطاطة مطاطة تخلصت مطاطة الفستروينج متمدد مطاطة تخلصت طول لوين رهين ما بعرف استاذ يوسف هزيمة في شي صار كمان بالساعات الماضية وأخدوه كتير بقراءات عديدة منشآت البعض قال ما عم تنفع مع العدو لا هدهد ولا ما كشفوا هدهد ولا يلي كشف يعني بعده مستمر العدو بأنه يقول الميدان لأله وأكبر برهان أنه الاغتيالات اللي صارت بالساعات الماضية والمجزرة اللي صارت بالنواطية شو تعليقك على على اللي شفناه من منشآت من صواريخ من شاحنات وشحنات من الأسطحة شو تعليقك؟ أنا بقول أحيانا اليوم عمل جدار الصوت ما هيك؟ صح للوهل الأولى قول أسرائيلي شو قوي؟ هايدي جدار الجبان أوقات الجبان بيعمل لك انت بي شوي هاي هو ماشي بصير يحكي عصوت عالي ردة الفعل من الخوف أوقات الوهل ردة فعل جباني هاي يعني بتكتجي تقولي أنت ما عرضته المقاومة ما أسمته عماد أربعة وهذه الأنفاق اللي ما حدا أني بيعرف يعني أنا لا بيعرف وين هي بالضبط بس تقول عماد أربعة يعني فيه أكيد واحد واثنين وثلاثة هؤلاء أكيد وممكن كتير فيه خمسة وستة وسبعة ومدرشون هذه المقاومة استعدت لهذه الحرب الدفاعية منذ تحرير الجنوب اللبناني في العام الفين وزادت من استعدادها أنا ما عم بيكشف شي سيدا صار شي معنا طبعا هني قالوا زادت من استعدادها بعيدة الحرب تموز الفين وستة وقد لا أكشف شيئا إذا قلت ما عرضته المقاومة منذ أيام حول تلك المنشأة التي هي قد يعني تفوق ربما شو مئات الأمطار كذا كيلومتر يعني ما بعرف قد تعود إلى سنوات وليس الحديثة طبعا وأنا أجزم حتى لا أقول أتوقع أن المقاومة ستفاجئ الإسرائيلي بفيديوهات أخرى هذه الفيديوهات لم ترعب الإسرائيلي الإسرائيلي منذ عرض هذا الفيديو حتى الآن لم ينم الليل يحاولوا أن يحلل يعني القادة العسكريون عسكريونهم مش بيشتغلوا تاريخ يعني أو بيشتغلوا الإنسانيات أو أجاب أو روايات عسكريون يحللون بيعرفوا شو معناتها هذه يعني هذه الصواريخ الصواريخ بعيدة المدى والقوية التي عرضتها المقاومة في تلك المنشأة عرضت مطابخ للطعام عرضت ما يكفي من المؤمنة لأكثر من سنة عرضت مواد طبية عرضت مستشفى مستشفى عرضت إضاءة على 24-24 عرضت مولدات كهربائية عرضت خزانات الوقود تكفي لأكثر من سنة ألا يخيف هذا الإسرائيلي المقاومة حكيمة لا تريد أن تذهب هي إلى الحرب المقاومة عندما ترى أن الإسرائيلي وصل إلى مرحلة إنه يريد أن يشعل حربا صدقي أن المقاومة ستذهب إلى الحرب ولو كانت مرغمة وستنتهي الحرب بخسارة للإسرائيلي ولكن المقاومة أقول وهي يمكن المرة الثاني والثالث لا تريد أن تكون سببا في إشعال هذه الحرب المقاومة للذين قالوا لها في البداية لماذا لم تنصر غزة ولو كانوا يعني بالتعبير اللي عم ينقروا عليها حذرها بستمر كتير عمية هم أنفسهم أيضا كانوا يقولون أنت يعني والله احضرنا ما قالوا حرس ما قالوا حرس حدود طيب إذا المقاومة ذهبت بحرب بالإسنان أنتم ما عملتوا شي راحت لبعيد أنتم تورطونا طيب شو باتكن حدود ماذا تريدون المقاومة قلتلك أنا بالفيديو أحرص على هذا الشعب اللبنان إذا قلنا المقاومة ما بدأ حرب ما فيها لإسرائيل طيب راحت لبعيد أنتم ورطونا شو كتابلوا فينا وإن يخذيننا نحنا مش قد الحرب لبنان لا يريد الحرب بالعاكس المقاومة في منتهى الحكمة يعني خلينا نعترف أن أكثر اللي عم يكلوها هلأ أكفوف اللي عم يدافعوا هني سكان مش الجنوب قرى الحدودية الأمامية يعني ما علي أننا عايشين وعم نيجي وعم نظهر وعايشين هون هني القرى الحدودية الذين هم يدافعون عن لبنان ما حدا يجي يقول أنه هي المقاومة هي فتحة طيب شو فتحة ما هيدي الإسرائيل من اليوم الأول بيقول نحنا بنى بنى عم نحارب محور المقاومة نخلص مناقب يعني ماذا تنتظري من المقاومة تصرفت بمنتهى الحكمة ومنتهى الوحي نعم طيب إستاذ يوسف سؤال بديه وطلق مقاومة تفرجي ما بعض ما لديها عم تفرجي عم تقول له العدو شوف شو عنده نعم هيدا بيه دليل أنه دليل قوي أو ضعف بالعكس دليل في منتهى القوي أنا أكشف لك إذا أن أفكر بدك تذهب إلى حرب كما تسول نفس بعض قادتك أنا أكشف لك هذا شو شو ناطق بدك دمنا القوي الصاروخية أنت عم بطول بدك يضرب ضربة استباقية ما هو قال أنا بدك يضرب طب شو أنا ضربة استباقية إنه بضرب أنا والخاصم ببطل فيه رد شو بتكترد كيف أنت بطل فيه رد طب ما هايذي الترسانة الصاروخية عرضت لك المقاومة شيء بسيط منها يعني مثيلها في عشرات يعني هذه الصواريخ هي في مأمن بتضروا وبترجع في كله فشفنا نحنا نفذات ومش بحاجة الجرحة عندهم إنه يخذون المستشفى جهد الفريق الطبي جهز المؤوني جهز الموالدات جهز باللحكس تامن الرسالة وصل إنه هلأ العسكر شو عم بيقولوله هو نتنياو مغامر انتبهي شو عم بيقولوله وقال له السلف وقال له انت سألني لإيه أنا خط حرب تموت انت عملت جن انت شو عم تعمل لو هم انت اتخذنا انت وحتى وزير وزير ما يسمى الدفاع لأن وزير الدفاع يعني أخبر بهذه الأمور قال له انت لو هم انت تروح وزير الدفاع جلنس من كم يوم قال له ما في حل انت اعترف سرق عشرة وطول شر انت ما عملت شي عم بتدمر وعم بتدمر وشو ومن كم يوم ضربوا تل قبيب بتقيل يعطرها ضدر للأب الحريدية هذا موضوع تاني انو شو يعني بعد ون عم تطلع الصبريق من وين من غزة طب ما انت قلت شو ما انت قلت وين انهيتها وين استاذ يوسف في توازن رعب نعم استاذ يوسف بس بهيدا الموضوع كمان وقتا يعني نشوف المنشأة بهيدا حجمة ما شفنا في يعني تأييد عام شامل لبناني لهيدا المنشأة شفنا هناك انقسام اخذ بالمعنى الخوف من الحزب نعم اخذ الخوف من التعدي على الأملاكة العامة عن بعد ما نخرص من اسرائيل لوين رح يتوجه هذا السلاح وهالقدرات لوين رح تكون كل هيدا الأمور يعني لك يا بدي افصل بين اثنين نعم في حدا انا اتفهمه وبيجي بيقول ما شاهدته انا عرض قوة يخيفني هجوب عليه هلا وفي حدا لا هو بالأصل موفو الاستراتيجي انا مع اسرائيل معلين انا مش مع المقام انا لا ارى في اسرائيل عدو بدي افصل بين اثنين الشق الثاني اللي بيقول له اللي بيقول انا لا ارى في اسرائيل عدو انا ماني معني ناقش فيه ولا خليك بهويش سك انا علي بالشق الاول شريكي واخي في هذا الوطن الذي يجمع هذه العائلات الروحية هذا الوطن لإسمه لبنان الجميل بفسائه في كلمة حلوة الامام المغيب موسى الصدر بيقول الطوائف في لبنان نعمة والطائفية نقمة حلو هذا المشهد جميل جدا هذا المشهد في لبنان دليني على مش طائف على دين في لبنان ما في كذا طائف كم طائف مسحي في لبنان كم طائف انا بشوق مشهد حلو المسلمون كم طائف كلهم هذا المشهد هذا البلد اللي اسمه لبنان كان ملجأ لكل الناس اللي اجوا وقعدوا هان هلأ بيقول لي ان احنا عرب مش عرب طلعوا من هالجدال نحنا سكننا هان قاعدين بهذا الوطن نحنا عرب هلأ من وين جينا الشواص نحنا هون عرب نحنا مثل هلأ نحنا هون أهل لبنانية من جزء من العالم العرب ما بنا نختلف هلأ نفوت طيب هذا الجزء اللي هو بيخاب له أنا ما هذه المقاومة حررت جنوب لبنان بسنة الألفين هسمي لأمور مثل ما هي وجنوب لبنان في كذا ضايعا كذا ضايعا من خار من غير المسلمين معلش بدي أولا بسميها من غير المسلمين طيب كيف عايشين عايشين في منتهى الأمن والأمان عايشين يمارسون حريتهم الدينية طيب عايب والله عايب تخليني إحكي أنا يعني بتطلع هلأ أنت جنوب لبنان اليوم الصلبان مزروعة على كل يعني بتطلع على ضايعا مثل الصلبان مزروعة كل ما حدا نعمي إحكي عايب ما حدا نعمي إحكي أبدا الكنائس ترمم وتبنى بأيدي عاملة من المسلمين الشيعة وغير الشيعة في جنوب لبنان أعطيتك مثال عينبل تبنى فيها صرح ديني وسياحي مش مصدقين أهل جنوب لبنان من بنت جبال المسلمين الشيعة يفتتحوا هني عم بيخضون بي بيكاميونات من من هني يعني ما حدا عاشوا من قديم الزمان وعايشين يعني أبدا أنا أخزل من هذا النقاش أنا أخزل مثلك بس التعامل القبول الآخر مثل ما هو اجتماعيا ودينيا لا يعني أنه كمان كان هناك الكثير من التسامح السياسي حلو سؤالك الكثير حلو التسامح السياسي اندي قلتها التسامح شو السياسي طب ليش بدي لبسه ما اليوم بلبنان إذا بترجع بلبنان الخلافات السياسية كانت اليوم بين الخي وخيو وشاهدنا نحن بلبنان خلافات السياسية بعد الهلأ طاحنة إذا بنا لبسها بطائف ما بين الطائفة الوحدة كان في خلاف السياسية وراحت لبعيد الأمور راحت لبعيد أدنى بردك خلاف هو سياسي لا تلابسو ثوب ديني اليوم أنا وإياك منتفق سياسيا بعد سنة سنتين نختلف سياسيا بصير عدوك حليفك يعني اليوم التحالفات بلبنان تعرفي لبنان وحول بالسياسية تحالفها بتنيل اليوم هدا الطرف السياسي مبارا حكاية ما بعرف مع مين اليوم صار مع تحالفات عم تنيل والدليل اليوم بقلب الطائفة الوحدة في كزا التحالف وبتلاقي انه بتلاقي من طائفة يعني عم بتخليني الزرين يحكي بالأمور هيدا أنا بخجل فيها من الطائفة التانية هي غير الطائفة بتلاقي حليفة أكتر من خيو اللي بتطائفته هو على خصومهم لأنه في خلاف سياسي يعني بعرف ذا فكرتي عم بطوص المسألة هي عم تسبتي لي انه شو سياسي اليوم بتلاقي بقلب الدين الواحد مش طائفة الدين بتكبر الأمور بتلاقي بقلب الطائفة الوحدة في كزا طرف سياسي مختلفين سياسيا وراحين متحالفين مع الناس من غير طائفتهم وبيلقون أقرب لقيلهم من طائفتهم لا لأنه معن بالسياسي عظيم كلامك إذن الخلافة هو خلوه سياسي أدنى بدك نختلف سياسي أبدا خلاف السياسي لألغاء الأخر أو تحجيم والله ما في إلغاء لكن بدي رجعك 1400 سنة لوارا حدا نقل 1400 سنة النبي محمد نبي المسلمين انت بتعرف أنا ديرس شريعة ولهوت غير الأدياب والإعلام بلتزر ما عم بحكي عن حال يعني بلتزر من أنرجيسي يعني غير الصحافة وأنا درس بجمع اليسوعية كمان هذا كل النبي محمد بيبعث أحد أصحابه معاذ ابن جبل صحب على نجران نجران كان جزء من اليمن هلأ صارت جزء من السعودية يبعوتهم للنصارى النصارى كلمة يحلو يقول المسلمين يستعملوها لمن للمسيحين للمسيحين لذين ناصروا يسوع أو عيصح ناصروا أو للناصري صفات يسوع الناصري ترجع للتاريخ بعد موجودة هلأ لا بشي يقول له بالرسالة يبعثوا رسالة معاذ ابن جبل تعيون للإسلام ما بيأسروا ويصطفلوا ما هذا يقول لي أهل ذنب لا ذنب جايكة موجودة موجودة هلأ بكل التواريخ حتى كارل بروكلمن المستشرك بتاريخ بكتابه تاريخ الشعوب الإسلامية بذكرها حتى الطبري ذكرها حتى فيليب حتي بتاريخ العرب شو بيقول له تتركن ولا يغير أسقفا عن أسقفيته ولا راهبا عن رهبانياته أوه تروح أتقدم لي شيء صورة متزمة هيك مثل اللي بقوله سيفه هايذي من 1400 سنة أنا عم بحكيكي وقاع ما حدا بده يقصي الآخر على الإطلاق أبدا على الإطلاق أنا صيحة بيروتي أنا أصلا من جنوب لبنان وعشت وعشت لما كان فيكتور وبيقول له جدي بعتزرع بيحكي أول مرة فيكتور بالفا وكان يشعر بسعادة يعني كيف بدي إيقلك ب أونس قل نظيرهم ما حدا على الإطلاق أبدا يريدوا لو كانوا يريدون الأكبر تجربة أنه بسنة الألفين الغلبة لهم أن يحكي عسكريا ولا صار في أي ضربة كف على الإطلاق أبدا حتى الذين هربوا إلى إسرائيل هم من كل الطوائف وكان ارتكبوا جرائم هم معنا نزعاب ننتبه هم التجوا صار في محاكمات هون بالمحاكمات لم يقتل أي إنسان على الإطلاق وكلهم خرجوا من السجون أقصى كانوا وأنا أعطيتك معلومات معلومات كانت المقاومة تتشدد في الأحكام على المسلمين لأنها ما بدت تذهب إلى بدت تحافظ على السلم الأهلي يطلعون من هذه الخلاف ما حدا بده يلغي الآخر ولا حدا بده يعمل له ما حدا المسيحي بده للا تعمل لك مسلم ولا المسلم بده يعملوا مسيحي على الإطلاق ليس هناك شيء على الإطلاق لكن تجار المذاهب والطوائف ما بينموا ويمكن يكونوا هوا من كل الطوائف نتبه عم بخوفوا الآخر وهم على فكرة أبعد ما يكون عن المسيحية وأبعد ما يكون كنا عن الإسلم أستاذ يوسف غرقنا بوحل المنطقة بعدها عندي عشر دقائق بس من اللقاء إذا بتسمح بده يروح على أوكرانيا وروسيا اللي عم بصير هونيكي مش هين والبعض بقول مرتبط باللي عم بصير بالساحة هون أمريكا بتسجل نقاط بروسيا روسيا وروسيا ربما عم تسجل نقاط عبر المحور المقاومة هون شو دقة هذا الموضوع هلأ مش موضوع تسجل نقاط أو تسجل نقاط بس أنا معنك بالمبدع بالمبدع إنه يلي صار من حوالي عشر تيام أو أكتر بشوي بتطلع القوات الأوكرانية بتقوم بإشتياح هفكرة اللي اللي ضوّع لها إشتياح بكل معنى إشتياح بري 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 خرق يعني التوغل توغل بري مين أوكرانيا بعد سنتان تقريبا صر الحرب الروسية الأوكرانية وأنا ضد كلمة الحرب روسية أوكرانية حرب روسية أطلسية طيب تطلع القوات الأوكرانية بتقوم بتوغل بري وعلى مقاطعة كورسك الروسية المقاطعة الروسية عم نحكي نحن شو قوات أوكرانية تغذي الاتحاد الروسي وبتدخل ما لا يقل عن 30 كيلو متر بالعمق الروسي وتسيطر على منطقة يعني بتساوي ما يقارب الألف كيلو متر مربع عم تحكي أنت مش سهلين ألف كيلو متر مربع من الأراضي الروسية وبتهدد مفعل محطة نووية بكورسك بتتقليلي هايذا ما فيني أفصله عن اللي بصير بغزة لا ما فيني أفصله 100% ما فيني أفصله ولكن هل هو قرار و قرار عسكري أوكراني لا هو قرار عسكري أوكراني ولا أوي عسكرية أوكرانية فحسب ناتو ناتو بكل ما للكلمة من معنى اللي عم بحارب اليوم روسيا كل الاتحاد الأوروبي كل الغرب الأوروبي وصولا إلى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم يعني أنت مقتنع أنه زيلانسكي اليهودي ما عليك تسمحيلي فيها مالشي اه وأنا بقول كلمة اليوم حكينا بالأديان كتير العدو الأساسي الكبير لليهود للصهاينة المسيحيون والعدو الأساسي للمسيحيين هني أصهاين ما لك محدا للي غير هاك زيلانسكي ليس هو زيلانسكي وراه مين كل الغرب أنا أحكي بسياسة أنت ما بيك غرب مسيح ما هذا اللي إله وأنا زرت سويسرا وفرنسا وشفت ما في مسيحيين عمني كتير اليوم من الأديان وبعتزر على الحدي اليوم الروسي عم بتحارب مين عم بتحارب فرنسا عم بتحارب ألمانيا عم بتحارب بريطانيا أو المملكة المتحدة عم بتحارب الولايات المتحدة عم بتحارب الناتو كله عم بتحارب حلف شمال الأطلس ما حدث منذ أكثر من عشرة أيام يعني أنا بيعتبر هذا بيشكل خطر على الأمن العالمي ليه يعمل هالكلام يعني حدا بدو سد ويقل لي بيخفلة من ما يحدث الآن في غزة اليهود اليوم عم يلعبوا بالعالم عم يلعبوا بالأمن العالمي نعم اليهود هم الذين يلعبون بالأمن العالمي ماذا بعد دخول أوكرانيا أو الحلف الأطلسي أنا بدنا ننطر هلأ إلى الأراضي الروسية بهذا الحجم أنا بوطن أعطى وعد من حوالي عشرة أيام إذا القوات الأوكرانية بيئوا بيكورسك أحي أصفه كيف طبعا مئة بالمئة مش أصف عادي نتبهي نوهي خلينا ما نستعزل الأمور بس كيف أصف عادي نتبهي أصف أقل ما يقال فيه عم نهكي عسكريا أقل تدميري تدميري لم يحدث حتى في المرحلة في الأيام الأولى للحرب الروسية الأوكرانية وأنا أريد عن بوتن كيف يفكر وأعقى هو كان فيه اجتماع بينه مع يعني بعد بقول أنه دخول أوكرانيا هو بداية يعني أخذت روسيا بعض الأراضي الأوكرانية أنه يعني مقايدة أنا مقايدة من روح إلى طاولة التفاوض من طاولة التفاوض من روح إلى المحيل الروس ما أنه بتقيل مع أبيل الجزيرة أو حلن جزيرة القرم أصلاً بالأساس كان فيه خلاف على أنه هي روسية ومش روسية لكن ما حدث هلأ أنه الأوكرانيين لا احتلوا أرض روسية ما حلن بقول مش روسية أبداً أبداً لكن موضوع موضوع جزيرة القرم بالأساس أصلاً من يماً أنه الأوكرانية أخذت ومش بس القرم يلي أخذوها بالبدايات يعني قبل ما تبلشوا الحرب كمان فيه جزء من الأراضي الأوكرانية اللي دخلوا عليها الروس أنا أؤكد لكي الأمور ما بتمشي هيك ما بتبقى هيك بوتن مستحيل يبقى أنا بتصور يا هني بينسحبوا ما بعرف إذا حيكون ما يسمونه والعسكة الانسحاب تاكتيكي أو يجبروا على الانسحاب من جانب الروس أو من دعمهم يعطيهم الضوء الأخضر اللي يعود وهذه بستبعدها أنا وإلا سننتظر في الأيام القليلة القادمة عودة إلى يعني سخونة قلة غير مسبوقة في الحرب الروسية الأطلسية ولا أقول الحرب الروسية الأوكرانية لكن الذي حدث منذ أكثر من عشرة أيام في منتهى الخطورة ولا يمكن فصله عما يجري هنا في المنطقة السيد يوسف نحن أمام حرب عالمية بشكل جديد يعني بمعنى المنطقة هون إذا ورحنا إلى وقف إطلاق نار مستمر الاستنزاف فيها ميدانياً عسكرياً إلى آخره فيه روسية وأوكرانيا فيه السودان أكبر وروسية أكبر نعم فيه عندك السودان عندك داعش رجع تتحرك بسوريا عندك يعني بعض البؤر بالعالم كتير يعني الموضوع نحن حروب متفرقة إذا جمعناها بتعمل حرب عالمية تالتة أو إلا ما يكون مباشرة الحرب بين الأقوياء والكبار شوفي هلأ تتذكري مصطلح الحرب الباردية بين التحاري السوفييت قيل هو الحرب الثالتة أنا لو كانت شوي هيك في مبالغة أنا بشوف في حرب عالمية هلأ أنا لعمل حرب عالمية تالتة بارد كيف يعني رغم النار العالمية باردية بعضا يعني ما قسمنا فيه حرب باردية هلأ النار في مناطق محددة هذه النيران في هذه المناطق المحددة أنا بتخوشنا بس بديك تشوفي أنت لا يمكن أن تنشب حرب عالمية تالتة تالتة حتى نستقرأ الموقف الصيني النهائي مستحيل يصير في حرب عالمية تالتة حتى نشوف شو هو الموقف الصيني بتقريلي أصلا من الصيني أخذت خياره وتموضعت صح ولكن هل الصيني العملاق الاقتصادي انتبهي العدو الأول للوئة المتهد انتبهي اليوم العدو الأول للوئة المتهد لا يقرأ عسكريا اللي هو روسيا الصيني الذي إن ثابت الأمور بعيدا عسكريا في هذه المعمورة في هذه القرى الأرضية بالتأكيد سيكون في محور روسيا لا بنحكي عنه شو هذا المحور بدك تشوفي حتى الآن الصيني أنا برأيي لم يعطي ضوء أخضر لهذه إنه هذه الهزات الأمنية وهذه السخونة أن تذهب بعيدا ما زال الصين لم يقطع مع الولايات المتحدة الأمريكية وإلا إذا ذهبنا قامت ترامب كما قال هذه الأمور رايحة لحرب العالمية تالتة بدنا نشوف نحن مشهدين أو محورين محور الأمريكاني معروف من هو يعني معروفين أمريكا أوروبا أوروبا الغربية وعندك روسيا عندك الصين عندك إيران إيران ما تستقل فيها بس فلد بناعب وعندك محور المقاوة ما تستقل فيه عندك دول البريكس هذه ما تقولي حرب عالمية انتخذ عابرة للقرات ما تنسي البرازيل وفي شي بعض الدول بعد كمان ما حسمت الأمرة بالضبط بالضبط أنا بشوف يلي صار بغزة من أكثر من عصرة عشر تشهر عم بيساهم في تشكيل نظام عالمي جديد للكرى الأرضية أنا قلت هالكلام من حوالي شهرين والبعض لا مني عليه ونشرت مقال لإلي أنه طفان الأقصى أعاد الولايات المتحدة 33 عاما إلى الوراء وإذا كان الاتحاد السوفيتي طوارع عن الأنظار منذ 33 عاما فاليوم أكثر من دولة في طور تشكيل يعني ترس الاتحاد السوفيتي ليس أقلها روسيا الصين دولة مثل البرازيل دول اللي يمكن ما حضرك قلت عم تتشكل كل شيء متوقع إذا كنا عم نشوف نحن نتفقق لبعض الدول الاتحادية قد نشهد ونتفاجأ في دول تتحد تعرف بالحروب بتصير كل شيء متوقع ولكن المؤكد إذا مش اتحاد تحالفات نعيش اليوم في هذه القرى الأرضية سخونة عالمية ابحثي عن الصهيوني وراء كل ما يجري بدي أشكر حضورك أستاذ يوسف لا تزري أنك ترتحكي كتير بالعكس بالعكس مفيد أنه نسمع رأيك ومفيد أنه نطلع للمنطقة وللعالم باحتمالات واتقراءات وتوقعات شكرا لك أستاذ يوسف هزيمي شكرا هاجوب شكرا لأصدقاء المستمعين والمتابعين وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر